بسم الله الرحمن الرحيم فنكمل مع بعض في الفيديو ده المحضرة اللي احنا بدأناها بتقاتل اكسل راتد بادي موشن اكسل راتد فلوود بادي موشن كان معانا تانك ماديان او فيه فلوود في الفيديو اللي فات اتحرك بعجلة مفقية او في اتجاه Y او بعجلة رأسية في اتجاه Z او في عجلة ايها ثلاث مركزة فنكمل في الفيديو ده نفس المحضرة بس المرة دي تانك يلف حوالين نحوه فلما يلف يكون حاجة اسمها بورتكس اللي هي بالعربي الدواني ايه البورتكس البورتكس بتتميز ان الحركة بتاعة الفيديو بتكون في اتجاه دائري يبقى الفيديو في البورتكس بيتحرك في اتجاه البورتكس بيتحرك أروند عادة احنا بنحل البرورتكس لما بنختار المحاور بختار محور زب لفوق كالعادة والمحاور بدان الافقية بدان ما بخليها X و Y بخليها R في اتجاه الradial sorry في اتجاه الradial N في الاتجاه المعاكس S في اتجاه tangential and insert لو انا عندي تانك التانك ده فيه مية بالسطح الموجود وصدق ده باسمه A A التانك ده على شك سلندر التانك ده لففناه حوالين محوره يعني حطناه على قعدة القعدة دي بتلف بسرعة زاوية منتظمة ف الانجولار روسك بتاعتها Omega رقم سر فالتانك ده لما يلف بالمنظر ده ايه اللي هيحصل للمية اللي جواه او للفليود ايان كان اللي جواه هيكون شكل الparabloid اللي هو الشكل الموجود ده الparabloid ده الparabloid ده هو Schwab السجن تَجري parabولا الليs التي تعرفهاog i ابستعر كده السجن تجري parabولا دي لما ثلاثا rings حوالين محورها وعند تعمل جسم في الفراغ اسمeng سيصف حوالي محوره وامجا انجولار بلوستي هيعمل المنظر ده بالزبط نفس المنظر لو جبت كبية طويلة وحطيت فيها شوية مية وقلبت معلها اهو المنظر اللي بتكون اصابق ده هو ده الفورتكس اللي انا اشرحها النهاردة وتحديدا الفورسد فورتكس ليه اسمها فورسد فورتكس لانها بتحصل نتيجة تأثير بقوة خارجية مش الفلوود بيعمل ده منه لنفسه لا ده انت لازم تأثر عليه بحاجة فالفورسد فورتكس بتتكون لو انا عندي تانك زي ده والتانك ده لففته واميجا سطح الليكويد الأحمر ده القديم قبل الحركة البي بتساوي سفر واله ارتفاع المية لو انا واخد ده نفسه هو الديطن يبقى اله هي الزي تمام؟ ده سطح الأحمر قبل مبدأ أخر ايه اللي حصل دلوقتي هلف التانك ده حوالين محوال فلما هلف التانك ده حوالين محوال ايه اللي هيحصل هيتكون بشكل اسمه البرابولويد اللي انا شرحت لك ملا حظر عبارة عن فارابولا لفت حوالين محورها يعني لو قطعت هنا فأي خط وبصيت هشوف ايه شوف ده يعني تمام؟ فلو انا ده سنتر بتاعي وهو في الكلان ده محور اسمه R المحور في الاتجاهة التاني اسمه N هم الاتنين نفس الاتجاهة بس عكس بعض في محور تالت في الاتجاهة ده سميه S مثلا ده مش هيهميني في استنتاج المعادلة وقفنا في الفيديو اللي خات عن المعادلة دي انه حد يفكرني H دي كانت هي ايه؟ البيسيومتريك هد اللي هو عبارة عن Z plus B على جمع يبقى Partial H Partial L بيساوي Negative AL على G L ده الاتجاه اللي انا بدرسه بتاع الحركة اللي فيه Acceleration G Graphic Acceleration جميل جدا طب تعالوا قبل ما نبدأ في الإثبات الكلام ده مش مكتوب بس عشان نفكر مع بعض تعالوا نطبع المعادلة ده في اتجاه ال S ال S ده او اتجاه سميه T ايا ان كان هل سميه متحب اللي هو اتجاه Tangent بالدايرة لا اي دايرة من الدوائر ده Acceleration في الاتجاه Tangent بيساوي ايه طب بلاش مش هتفكر Acceleration بالساوي طب تعالوا نرجع خطوة الغلوستي بتساوي ايه ساوي omega r طب الغلوستي لنفس الدايرة الغلوستي عند الدايرة ده وليكن اللي أنا بترسه هنا omega r وهنا omega r وهنا الله يعني Acceleration في اتجاه Tangent كم ما فيش Acceleration في اتجاه Tangent يبقى في اتجاه Tangent partial p partial l بيساوي 0 طب يعني partial h partial l l ده اللي هو اتجاه Tangent اللي اسمه s يبقى h البيزومتر hit بيساوي كونستان في اتجاه Tangent يعني ايه يعني لنفس الدايرة على بعد radius ثابت r ثابت من center line البيزومتر hit ثابت طب ما هو ده بالظبط اللي أنا بدأت بالكلام مع عشان كده الارتفاع لونا دلوقتي على بعض r من center عند اي نقطة هلاقي الارتفاع بتاع البرابلويد هنا هو نفس الارتفاع البرابلويد هنا طب يعني ارتفاع البرابلويد زي ارتفاع البرابلويد يعني لو خدت اي نقطة على بغض الار دي نفس الار هلاقي الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط في نقطة من ناحياتي زي الضغط في نقطة من ناحياتي سوري مش الضغط البيزومتريك hit اللي هو z تصل فيه على جمع كمان فده كده في اتجاه tangent اللي هو مش موجود في كل المستويات اتحاد الدوائر الكثيرة قوي دي اللي باين في الكلان هنا يعمل الشكل الاسرع ده اللي اسمه Parapolo فبتعال بقى ندرس الاتجاه radial في اتجاه radial يتكون عجلة اسمها centrifugal acceleration اللي هي بالعربي عجلة التارد المركزي إن الجسم ده وهو بيلف في المنظر ده ب angular بلوستي سابتة بيتكون عجلة في اتجاه radial العجلة دي في متها بتساوي ال acceleration بتساوي omega square في r حيث omega radial r radius اللي أنا بتكلم عليه يعني لو أنا بتكلم على نقطة هنا هتبقى omega square في r d وهنا بتكلم على نقطة هنا omega square في r d وهكذا طيب تعال بقى نشوف المعادلة دي تتكتب ازاي في الوقت ده يبقى partial h partial n n ده اتجاه عكس r بي ساوي minus an على g minus an على g ايه ايه نشوف اميجا ساوي ر يبقى partial h الاولى نشلت هنا n وكتبتها بالr ال n تساوي negative r فيبقى partial h partial n يساوي an g y h partial r يساوي an g و an نفسها يساوي omega square r يبقى partial h partial r يساوي omega square r g ايه الخطوة الاجئة اللي هاملها حفظ المتغيرات وهي كامل هامل integration ف partial h omega ي radial plus t angular plus t فالangular plus t سابت g يبقى دي سوابت يبقى دلوقتي partial h يساوي omega square على g طلعت بر integration integration بتاع r dr يبقى h الh ما فكرت ايه h الbyzometric head عند اي نقفة z plus p g هيساوي omega squared r squared على 2 مقصوم علي plus constant ثابت التكامل ما تنسوش طيب جميل قوي ثابت التكامل ده بجيبه منين باي condition boundary condition اي شرط الحدود انا اعرف انا اعرف ايه اعرف ان الارتفاع في النص بالضبط center بتاعي التاني حفر للنسم h node h node ده الارتفاع liquid في center بتاعي تاني يبقى عنده r بتساوي 0 h بتساوي h node هيطلع constant في الحالة دي بيساوي حق هنا r بصفر الترمي ده هيتشطر h هتساوي h node يبقى constant بيساوي h node يبقى h بتساوي الكلام ده plus h node وقت h node الناحية التانية يبقى h minus h node بيساوي omega squared r squared على 2 g twice out h الارتفاع يعني لو انا بتكلم عن radius r radius من المسافة دي يعني بتكلم عن النقطة دي يبقى h من النقطة دي تحت خلص بتاع التاني ده البيضي منطر كده يبقى h minus h node بيساوي omega squared r squared على 2 g طيب اللي مفهمش قوي حتة الرسم اللي انا عملتها دي الوقت دي نشوفها تاني بالروحة لو انا بتكلم على fluid surface اللي انا بمشي عليه دي الوقت ده اللي هو مرسوم بالأسفر fluid surface ده pressure عنده كام ب zero مظبوط يبقى h بتاعته بتساوي z z plus p على gamma p بتاعته 0 يبقى h بتاعت الخط ده هتبقى هي نفسها z تمام والh بتاعته هنا هتبقى هي نفسها z denote z minus z denote بيساوي omega squared r squared على 2 c z minus z denote خد detum في اي حتة مش شرط عن ارتفاع التانك زيما انا قلت من شوية لا في اي حتة الارتفاع عن التانك z minus z denote بيساوي omega squared r squared على 2 g يعني لو انا بقيس من هنا بقى لو انا خدت التانك نفسه هنا في المقطة دي اللي انا واقف عندها دلوقتي فارتفاع البرابولويد بتاعي عن المقطة دي فاي radius بيساوي omega squared r squared على 2 g تمام كده شوية حاجات نفتكيرها مع بعض البوليوم بتاع البرابولويد لو انا عندي البرابولويد بالمنظر ده وعيز اجيب الحجم التاعه الحجم التاعه بيساوي نص مساحة القاعدة في الارتفاع نص الbez area في height نص الbez area اللي انا بتكلم على دا pi r squared في height edge نص حجم الستوانة اللي موجودة معاه يعني لو انا عندي سفوانة لها radius r وارتفاع height edge حجمها يبقى ايه يبقى pi r squared edge يعني حجم البرابولويد نص حجم الستوانة المشتركة معانا في radius وفي height تمام ال edge capital بقى منساش ان في علاقة بسط اي edge للبرابولويد بتاعي في علاقة بينها ما بين الradius بتاعي ف edge بتساوي omega squared r squared على الاثنين g ده اللي احنا اثبتنا هنا جميل جميل طيب تعال نشوف مع بعض كده ايه اللي بيحصل ده وضع ابتدائي ما فيش اي حرج ايه اللي حصل ابتدت الى لفظ بامجا قيمة صغيرة او ف نتيجة الامجا بقيمة صغيرة او دي هيتتكون بارابولويد بالمنظر ده ارتفاع البرابولويد دي نغاية النقطة دي في اتجاه الزد يعني المسافة دي المسافة دي ارتفاع كل البرابولويد بيساوي ايه بيساوي اوميجا سكويرد ر الريدياس الكل للتانك الريدياس الكل اللي هو ده كله اوميجا ر سكويرد على اثنين g اذا انا كده جبت ارتفاع البرابولويد تمام احضر رجيب من المسافات اللي انا عايزها من التروبيتري زي ما يبحل في السكشن ومن الحجوم لان الغاية دلوقتي مفيش اي فريويد حصله سكويرد مفيش اي حاجة خرجت من التانك ولا داخلي فحجم الليكويد قبل مبدأ الاف بيساوي حجم الليكويد بعد مبادئة الاف بمعادلة بسيطة قوي هتعرف ان الخط ده بيبقى في نص ارتفاع البرابولويد لو الشكل زي ما انا رسمه طيب كويس او لو زوتنا اوميجا دي شوية ايه اللي هيحصل نفكر مع بعض لما اوميجا تزيد البرابولويد ارتفاعها هيزيد فال هتزيد طب نفكر بالروحة لو انا اريد ارسم على نفس الرسمة هل هتزيد من هنا ودي تبدأ زي ما هي هيزيد كده لأ طبعا يعني معناها كده ان انت بتتكلم ان فيه مية او او ايه لا هيحصل حجم البرابولويد هيزيد ارتفاعها هيزيد بس هيزيد كده وكده ويبقى ده البرابولويد يجيزيد طب زودت كمان زودت كمان اقدر زود لغاية الخط المرسوم بالاحمر الصدق ايه الخط المرسوم بالاحمر ده ده maximum angular plus t اوميجا اللي تسبب انه spilling out of tank ده اقصى اوميجا التانك ده يقدر يرفي بها وفي نفس الوقت ما يحصل ان فيه fluid يخرج من اثنان والغاية اللحظة دي الاميجا دي اللي مرسوم بالخط الاحمر وصدق ما حصل spilling out of tank يعني ايه يعني حجم liquid قبل الحركة بيتساوي حجم liquid بعد الحركة خد بالك هنا انا بقولك انا هسمي المسافة H من origin بتاع البرابلويد لأي نقطة عليه طيب ال H بتساوي اوميجا اللي تسبب في تكون شكل البرابلويد ده اوميجا اللي هي angular في squared في R squared مقسومة على twice z تمام وبفكرك بمعادلات الحجوم اللي احنا هنستخدم لو زودت بقى rotation كمان اصارت بقوميجا اكبر شوية كمان ايه هيحصل البرابلويد هيجب twice لما البرابلويد يكبر بقى دلوقتي ايه يحصل يحصل spilling out of tank وبالتالي يبقى حجم اللي اللي هيبقى بعد الضوران يجب يكون اقل من حجم اللي قبل مبدأ عملية الضوران تمام كويس قوي اللي دلوقتي هيبقى موجود فين هيبقى موجود بردو اخر هنا بس البرابلويد هتكبر لتحت والفرق ده رح فين كب فتكون عندي البرابلويد اللي بالاخضر بالوقتي واضح كده طيب لو انا عند سطح أصغر من ده هيبقى سطح في مكان ما كده وعرف احسيبه وعرف احسب الضغوط عند اي مقطة وعرف اعمل حسابات كلها كويس كده حصل سبلينج اوت حلاص كمام طيب لو زودت قمجة كمان زودت السرعة اكتر الزاوية الانجر الغلوس هيزيت الاكتر اللي يحصل البرابلويد هيزيد ويوصل لغاية هنا هبلويت كمان هيتكون فرابلويد معطوعة فرابلويد تكملته تخيلية تحت مفيش مية تحت تكملته تخيلية دي عشان ترسل وتعمل بتاعتك لكن المية الحقيقية موجودة فين موجودة في الجزء دي والباقي كله التكامل الجزء ده اللي هو الجزء ده اللي هو حوالين ده تمام طيب تعال بقى نفكر مع بعض وقابل مقلب السلايد الأخيرة لو التانك ده كان تلوز تانك ايه اللي هيتغير فتعال كده بالراحة على نفس السلايد دي قبل ما نعرضها بالأوميجا أصغر أوميجا اللي هي تسببت هنا بالخط الأزرع ده دي فرق اذا كان open ولا close لا طيب الأوميجا دي اللي غايت هنا دي فرق اذا كان open ولا close برضو لا وما هتبدأ تفرق من إمتى من أول الأوميجا اللي حصل فيها spilling out ده لو كان open هيحصل spilling out لكن close تانك يعني تانك مقفول يبقى مفيش اي spilling out يبقى الفارابويد اللي هيتكون في close تانك يبقى غير ده تعالوا نشوف هيبقى شكل إيه لو أنا عندي تانك مقفول وخط الأحمر ده بداية سطح الماء في التانك قبل الضور فتعالوا ندور أول حاجة لأزرع زي ما هو ده أوميجا صغيرة زودت الأوميجا شوية هقدر أزود أزود لغاية ما وصل للحبة ده open like close لو زودت بقى إيه اللي هيحصل هيتكون الشكل للأقصاد الكنديشن اللي موجود هنا في البرابوليد الأخضر اللي بعد الضوران حجم التانك كله ثابت في الحالتين يعني حجم الهوى بعد الضوران هو حجم الهوى قبل الضوران لكن في open tank ما قلناش كده قلنه حصل splitting out فهنا هتعرف تجيب الأبعاد بتاعة البرابوليد الخضرة دي من الكنديشن اللي أنا قلت لك يبقى أول معادلة أن حجم الهوى قبل الدوران بيسوي حجمه بعد الدوران تاني معادلة أن H ارتفاع البرابوليد عند أي نقطة عليه بتسوي omega squared r squared على 2 طب زودت الروتيشن كمان هيتكون البرابوليد ناقص وآخر حتة من البرابوليد التخيلية موجودة تحت 2 شكرا كان معاكم في المحضرتين اللي فاتوا دكتور محمد جاد أنا وزمائلي من الدكاترة موجودين في القسم طول أيام الأسبوع لتلقي أي صف سرعين شكرا سلام شكرا شكرا